السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي الله الجميع حياكم الله لا إله إلا الله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم الليلة عندي لكم سبحانية ميب طويلة قصيرة لكن سمعتا وعجبتا وقلت بقول المتابعاتي السبحانية طويلة العمر والسلامة كان بوهك الرجال اللي من قديم الزمن رجال محترم وقور له كلمته بين الناس يعني بين الرجال اللي قعد له كلمته مسموعة وله هيبة المهم من هالرجال هذا عنده حرمتين عندهم معياله لكن يوم انه كبر شوي تزوج له واحدة صغيرة شباب كان هذا الرجال سبحان الله مع زوجاته غير شخصيته مع يعني عند الناس وعند اللي مثلا يقابلونه أو يطلع معهم أو يروح معهم أو أصدقاؤه زي ما تقولون يعني ما كان عنده شخصية مع الحريب لا إله إلا الله الله صلى الله عليه وسلم على محمد كانت واحدة من زوجاته اسمه حانة والثانية اسمه مانة واحدة حانة واحدة مانة وكان كل ليلة يروح عند وحدة ومرة يروح عند حانة ومرة يروح عند مانة وحدة معياله ووحدة صغيرة اللي أخذ عقب وكان إذا راح لم مرة الصغيرة قعدت تصالف عليه وتدلل عليه وزي ما تقولون يعني هو طوعه وبشور أمره يعني ما يقول له كانت تصالف عليه وتقول له يعني أنت توق شباب توق صغير وليش يعني تصالف بعمرك كذا ليش لحيتك بها شعر بياض خلنا أنتفلك هبأ أنتفلك الشعرات البيض يقول له كيفت خلاص يعني أهم شيء بس ترضى عنه وتقعد وتبدأ تنتف الشعرات البيض اللي بلحيته تقول يعني توق شباب توق صغير لا يبين الشيب على لحيتك وتقعد وتنتف الشعرات البيض هم اللي جنبات راح عند أم عياله اللي هي مانة ويوم لا راح بدت تناظر أم عياله وقالت ورقت ذا الشيب وقار أحلى شعرك يوم صاره بيض اللي حيتك لصارت بيضة تهبل وشكلك وقار وشكلك فخر وتبدأ تبدأ مع عياله تمكع الشعرات السود تقول الشيب زين والشيب وقار ويعطيك هيبة عند الناس هالمهم ما يقول له شيء طيعة يقول يلا وصار على هالحالة كل فترة هذي تقول له إن الشيب مكبر ولا هو بزين وتتمكعه وذي تقول إن السواد مو هو بزين وإنه يخليك يعني منتب وقار وتمكعه بعد فترة صاروا الناس اللي راحوا يحتي عليهم زي ما قلت لكم هو وقار ورز عند الناس يبدون الناس ينظرون لحيته يعني وهو يحتي أو مثلا قاعد المجلس يبدون الناس يركزون على لحيته هو طبعا ما لاحظ يعني على طول إن لحيته صار بها فراغات يعني صارت زي البقع مبقع استغفر الله يعني كأنه لاحظه إنه كل ما راح المكان بدوا الناس يركزون على لحيته ينظرون لحيته بدأ يلاحظ لكن وش عقبه يوم بدأ يلاحظ يوم جاء يوم من الأيام قاعد ينظر جاب أمراية وقاعد ينظر ولا وش يشوف كل لحيته الحمد لله والشكر كله فراغات مبقعة هنا كومة سودة وهنا فراغ وهنا كومة بيضة وهنا فراغ صار زي اللي ماكلت لحيته ضو أو زي اللي بوه يعني شي مثلا يعني يلا بلاني مثلا مرض هو ما بو مرض بس هالتمكيع اللي يمك عنه كل ليلة استغفر الله المهم جاوش قال قال بين حانة ومانة ضاعت الحانة وصار سبحان الله هالكلمة مثل صاروا الناس يتداولون هالمثل بين حانة ومانة ضاعت الحانة يعني صار هالمثل يقال إذا الإنسان ما عنده شخصية ويخلي كلين يلعبوا على كيفه يعني زي ما تكون صار ما له قيمة أو لحيته حتت وصاروا الناس يطلقون هالمثل إذا صار الإنسان مثلا ما له شخصية أو مثلا يطيع فلان وعلان ولا عنده يعني كلمة ولا المفروض يوم إنه جت قالت له أبا مكة على البيض قال له لا خلاص تبيني أنت ذا ولا أنت زلعي والثاني اللي قالت له أبا مكة على السواد يعيي علي يقول له لا خلاص أنت معي وتعارفين نشعاري نصها بيض نصها سود مبلازم تقعد عشان تفرح وتبدأ تخلي تمكة على حيته رليب لانا وبس عاد وهذه السبحانية وصارت زي ما تكون مثل بين حانة ومانة ضاعت لحانة وخلصت وإن شاء الله نعجبتكم وسعت صدوركم وسمعته وقلت أهل لكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا وأتوبوا لك اللهم صلي وسلم وبارك على أبدك ورسولك محمد